أولا فيما يخص زيزال الحوس يمكنني أعطيكم بعض الأرقام هناك تقريبا 1 ألف و هناك تقريبا 1 ألف وخمسين مؤسسات علمية اللي هي كانت لما كانت تقاسط متضررة تقريبا 61 اللي هي منهارة والباقي في حقيقة فيه شقوق اللي هي اللي تجعل بعض المؤسسات غير قابلة لاستعمال بصفة كاملة البعض منها يمكن يستعمل جزئيا والبعض منه يمكن يستعمل وهناك واحد العدد دي الفرق اللي خرجت إلى الميدان بمختصين في البناء باش يتم الفتحاس هاد سميتو باش نحافظوا على السلامة ديالتبائيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر